فصل يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه ويجتنب مبطلاته ويجب عليه أمر من رآه تارك شيء منها أو يأتي بها على غير وجهها بالإتيان بها على وجهها ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه وإلا وجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر وذلك أضعف الإيمان أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز ويجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه والحرام ما توعد الله مرتكبه بالعقاب ووعد تاركه بالثواب وعكسه الواجب